لم يترك الإصدار حكم الإعدام بحق أحد عناصر ميليشيا الموت المتهمة بقتل الصحفية أحمد عبدالصمد وزميله المصور صفاء غالي لم يترك ارتياحا لدى الرأي العام في العراق كما كانت الحكومة تتوقع ذلك قبل يوم من اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ويؤكد الناشطون أن الميليشيات لا تزال تحاول الإفراج عن المتهمين بجريمة الإغتيال مستغلة نفوذها أرفون عن النطق الإقاضي بالحكم بالأعدام على فرقة الموت المتهم سجد وصلى شكر الله سبحانه وتعالى شوفوا الانحطاط اللي واصلين به هذه الفسائل القدرة شوفوا الانحطاط اللي واصلين به هاي الشخصيات اللي تدعي بالدين شنو فرقتم اليوم عن داعش يا قدرين هذا الفعل كما يقول العراقيون هو دليل على الفكر السائد لدى تلك الميليشيات والأحزاب التي تحاول الانفراد بحكم البلاد وخنق أي صوت ينقل الحقيقة أكثر من ثلاثمائة وخمس حالات انتهاك سجلت ضد الصحفيين والصحفيات في عموم العراق في عام الفين وعشر وحده بحسب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في بلد يحتل المركز مائة واثنين وستين من بين مائة وثمانين بلدا على مؤشر حرية الصحافة حاصلة تكشف بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق تكريس سياسة الإفلات من العقاب مع غياب الإجراءات الحاسمة وعدم متابعة التحقيق بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين العراقيين في بلاد تدعي أحزابها أنها منبثقة عن عملية ديمقراطية لتبقى مطالب توفير الحماية المناسبة للصحفيين وحماية حرية التعبير في البلاد والوعود بتحقيقها مجرد حبر على ورق كما يرى الصحفيون والناشطون في العراق والذين يقفون حاليا أمام رصاص الميليشيات والقوات الأمنية على حد سواء جرمهم الوحيد أنهم يحاولون نقل الحقيقة